اشتركوا في القناة على مدار ثلاثة ايام استطاع اليوم التعريفي مع اولياء الامور والذي نظمته زارة التربية والتعليم ان يقدم جملة من التفاصيل التي تقطي مختلف جوانب العملية التربوية والتعليمية الى جانب تسليم القسيمة الشرائية الداعمة لتوفير مستلزمات الحقيبة المدرسية للطلبة الذين سيعودون الى مقاعد الدراسة الحضورية يوم غد بدأنا بتعريف جميع اولياء الامور على الصفوف الدراسية فاصبح الآن الطالب لديه خلفية مسبقة منذ اليوم الاول للحضور للمدرسة سوف يعرف الى اين يذهب في الصفوف الدراسية اطلقت وزارة التربية والتعليم مشكورة مبادرة طيبة مكنت اولياء الامور بالحضور المباشر للمدرسة والتعرف على جميع مقومات المؤسسة التعليمية من خلال التعرف على مباني المدرسة على انظمة وقوانين المدرسة نجاح كان باهر وحضور اولياء الامور كان كبير من اول يوم تقريبا قطينا في المدرسة حوالي 80% من العدد الطلبة من اول يوم ومستمرين لليوم اليوم احنا في ثالث يوم واولياء الامور كانوا يشيدون بالاجراءات والتنظيمات فعاليات تعريفية متنوعة قدمتها الهيئة الادارية والتعليمية والفنية شملت الجولات الميدانية والمعارض التوضيحية لبعض الجوانب العمل المدرسي مثل مجالس الاباء والمجالس الطلابية وانشطة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى الطلبة الموهوبين طبعا اللقاء التعريفي خدمنا اننا نكون قاربين اكثر من اولياء الامور طبعا بالاضافة للاجراءات الاساسية ان احنا اخذيننا مثلا التواصل معاهم من خلال الواتساب اغام التلفونات طبعا الطلبة كانوا مستنسين انهم يايين اللقاء التعريفي فبعضهم يايين معاولياء الامور من كثيرهم هم متحمسين لدخولهم للمدرسة عن بعد انقطاع عامين بعد كورونا وحضور الطلاب الحين في الدوام الفعلي اكيد راح يخدمهم واجد لانه كان الملف التعريفي يجتمل على ورقة فيها اسئلة واجابات عن كل الاسئلة لتراود ادهان الطالبات او حتى اولياء الامور فيوضح اليهم بشكل تفصيلي عن كل شي يحتاجونه فاكيد راح يسهل العملية التعليمية عندهم عطونا كل شي ووضحونا اللي هو شنه مطلوب شنه مطلوب على ولدي الحمد لله يعني فيه ترتيب والتنسيق من ناحية الاسئلة واشاد العديد من اولياء الامور بالمستوى التنظيمي المتميز وبحرص الوزارة على تعزيز الشراكة معه والذي يصب في نهاية المطاف في تقديم افضل الخدمات التعليمية للطلبات والطالبات ليستقبلوا عامهم الدراسي بكل جد واجتهاد على مدار ثلاثة ايام قدم اليوم التعريفي معلومات وافية ودقيقة لأولياء الامور تناول فيها اهم الخطوات التي ستعمل عليها مدارس البحرين مع بدء العام الدراسي الجديد خولة لقرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين